بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة هناك آيات ينبغي على كل واحد مننا أن يحفظها لأنها تمثل واقعاً يمر به ربما بشكل يومي ميزة القرآن أيها الأحبة أنه يعطيك الحلول لمشاكلك اليومية على عكس الكتب ما يسمى بالكتب المقدسة المحرفة تقرأ فيها لا تفهم شيئاً تجد فيها أسماء وتواريخ وقصص وأشياء لا تستفيد منها شيئاً ميزة القرآن أن كل آية فيه هي حل مشكلة من مشاكلك سبحان الله هذا وجه إعجازي لمسته في كتاب الله تبارك وتعالى أيها الأحبة الحقيقة هناك مشكلة الغل والحقد وحب الانتقام من الآخرين هذه مشكلة ربما معظمنا يعاني منها إلا ما رحم ربي كثير وكثير وكثير من الناس عندما يحدث معه موقف معين يكرهه شخص أساء إليك يتشكل في قلبك غل وحقد وحب انتقام حب أن تؤذيه حب أن يعني تتشفى فيه هذه الحالة أيها الأحبة مؤذية من الناحية الطبية على فكرة يعني الغل مؤذن من الناحية الطبية لأنه يسبب ضغطاً كبيراً على القلب يسبب خللاً في نظام عمل الجسم بالكامل لماذا؟ لأن حالة الغل والحقد وحب الانتقام التي يعيشها الإنسان هذه الحالة تستدعي إفراز هرمونات وترتفع نسبة السكر وحتى الدماغ يتشوش القلب يضخ كمية أكبر من الدم ليتمكن من يعني مواجهة الأخطار لأن عملية الحقد والغل هذه الجسم يفهمها على وجود خطر يداهمك فينبغي أن يقوم بعمليات أنت لا تشعر بها ولكن تشكل ضغطاً على القلب لذلك الغل من الناحية الطبية يعتبر قاتلاً القرآن العظيم يريد لنا الخير يريد لنا السعادة يريدك أخي المؤمن يريدك أن تعيش حياة هادئة تحب الناس كلهم تحب كل الناس تتعامل بالرحمة والعطف والصدق والتسامح مع كل الناس هذا هو جوهر الإسلام الذي يحاولون تشويهه على فكرة انظروا معي وتأملوا واستمعوا إلى هذه الآية العظيمة التي يقول الله تبارك وتعالى فيها طبعاً الآية تتحدث عن المهاجرين والأنصار وكيف أن المهاجرين يعني عانوا ويعني هاجروا في سبيل الله واستقبلهم الأنصار وأكرموهم وكانوا يعني يكرمونهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة لو كان بهم ضيق وفقر يؤثرونهم على أنفسهم مهم أيها الأحبة الله تبارك وتعالى يقول والذين جاءوا من بعدهم يقولون هنا الشاهد ماذا يقولون هذا القول ينبغي أن تحفظه إذا أردت علاجاً للغل والحقد إذا أردت أن تتخلص من حالة الغل هذه الآية تكررها وتحفظها غيباً عن ظهر قلب وتردد هذا الدعاء ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا سبحان الله ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم كأن هذه الآية تبشرك برأفة الله ورحمته لك إذا نزعت هذا الغل ولكن علماء النفس أيها الأحبة هذه الآية تدخل أيضاً في مجال علم النفس سأقول لكم كيف علماء النفس يقولون دائماً حاول أن تعتمد على غيرك لتنفيذ مهمة ما إذا كان لديك حقد أو كذا حاول أن تقول فلان سيتصرف سترتاح نفسياً لأنه عندما يسيء لك شخص ولا تستطيع أن تفعل شيء يتشكل هذا الغل في قلبك فعلماء النفس يقولون لا أنت تخيل أن هناك شخص يدافع عنك وتلتجئ لهذا الشخص وتشكو له هذه المشكلة وأنه هو الذي سينتقم وهو الذي سيأخذ حقك وهو الذي سيريحك من هذا الظلم أو هذه المأساة أو هذه الإساءة أو غير ذلك الآية ماذا فعلت هنا جعلتك أيها الإنسان تلجأ إلى القوي العزيز إلى مالك الملك إلى المتصرف بكل ذرة من ذرات الكون ربنا اغفر لنا ولإخواننا قبل أن تطلب من الله أن ينزع الغل من قلبك ينبغي أن تطلب المغفرة أنت لديك ذنوب لديك إنسان أنت قابلته تريد منه طلب وأنت أخطأت في حقه ماذا تفعل أول شيء أول شيء تطلب منه المغفرة وأن يصفح عنك ثم تقول له أنا أحتاج لمبلغ من المال مثلا ولكن من الوقاحة أن تأتي وتقول له أقرضني مبلغا من المال وأنت أسأت في حقه أو أخطأت في حقه فكل واحد منا لديه أخطاء ولديه معاصي ولديه ذنوب ولديه تقصير بحق الله فقبل أن تقول ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ينبغي أن تقول ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم نسأل الله تعالى أن يصرف عننا هذا الغل وأن يجعل قلوبنا نقية كما يريد سبارك وتعالى وآخر دعوان أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته